الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة مدرب معتمد بالجماعية الدولية للتصوير الرقمي برلين عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك أهم ما في الممثل هو تعبيرات وجهه وأهم ما في تعبيرات وجهه هو الابتسامة وأهم ما في الابتسامة طبعاً الأسنان توم كروز واحد من مشاهير هوليود اللي قام بعمليات عديدة لتغيير شكل أسنانه طبعاً غالباً حننسى شكل أسنانه المخيف القديم لأنه قام بعمل التغييرات مبكراً في بداية مشواره الفني نجم هوليود بدأ حياته بأسنان صفرة معوجة وغير مصطفى بعدها قام بعمليات لتبييد وتقويم الأسنان لكن ما كانتش كافية فقام بزراعة أسنانه الأمامية كلها وأوقف معاناته كمان الممثل الشاب زاك اللي اشتهر من أول فيلم الجيران قبل ما يوقع عقده مع ديزني كان مضطر لإصلاح أسنانه الغير متساوية ده طبعاً غير طبيضها ومن ساعتها ومعجباته من المراهقات بيفقدوا أعيوهم قدام ابتسامة زاك واضح إن معظم ابتسامات هوليود جمالها من صناعة طبيب الأسنان أهلاً بكم الجميع الآن يبحث عن تجميل الأسنان كل الناس مش شرط بقى نقول إنه كان من زمان يقولك إيه هوليود سمايل عشان نسبة إلى نجوم هوليود لا يا باشا هو أقوله دلوقتي أنا بقول دلوقتي كل حتة في مصر في كل مكان في مصر تحتاج إلى سمايل اللي بيشتغلوا في أي مهنة سواء مدرس محاسب بيشتغل في بانك بيشتغل بيقاب الجمهور أياً كان نوعه بيشتغل أي حاجة حتى لو أقولك بيشتغل مهن عادية ما تستلزمش التجميل ووايا الخير لا كله بيتطور على التجميل لكن التجميل دايماً التجميل الأسنان دايماً بشبهه بخطوة لو خططها صح هتبقى سحيد وفرحان بشكلك وكل الناس اللي تشوفك تقول الله إيه اللي بتسمعك جميلة دي لو خططها غلط أولاً فلوسك راحت ثانياً والفلوس مش كل حاجة بس طبعاً يعني في الزمن بتاعنا ده أكيد شيء مزعج جداً أن أنت تخسر فلوسك حاجة تانية أكيد فيه أخطاء تمت أكيد فيه أخطاء وظيفية تمت والحطة دي هنتكي علينا النهاردة أنه الخطأ في التجميل مش مجرد في رأيي أنا كمش محترف خطأ شكل لا أكيد فيه وظيفة حصل فيها خلل طالما تجميل ما تمش كما ينبغي عند متخصص في التجميل وخلي بالكواب أن احنا بنحط قاعدة مهمة جداً مش في طب الأسان بس في كل فروع الطب أرجوكوا فهموا أن الأمور ترجع إلى متخصص هذا كل فرع في طب الأساني دلوقتي بقى له متخصص وعدم فهمك أو عدم تقديرك لأنك أنت تقول إيه دكتور السنان ده صحبي فأنا هروح أعمل عشرة فيه أخطاء فيه أخطاء فيه أخطاء فيه أخطاء فيه أخطاء فيه أخطاء فيه أخط لأنه يمتقى عنده كل حاجة وهو لا يعمل لي كل حاجة لأصلاً هو صاحبي وأوي أنت هو كده لو أمد إيده على أسنانك في كل حاجة يب نهاردة هنتكي أوي على المعنى ده هل وسؤالي هل التجميل الخاطر سيكون معه كوارث مستخبية ده سؤال مهم جداً هيكون من ضمن مضمون الحلال مهم جداً مع ضيف مهم جداً واحد من ميجس طارس عالم الأسنان بنينا مع بعض فكر مهم جداً وثقافة مختلفة في تعامل مع طب الأسنان كان له دور مهم جداً في تغيير وعي الناس ونقل فكرة التخصص والتيمورك لأفكار الناس الموجودين في العالم العربي وقام هذا الدور بإيجادة شديدة جداً ومازال بيبدع بأفكار متميزة للغاية وباستخدام تكنولوجي متميز لغاية خلى مصر لها مركز مهم جداً على خريطة السياح العلاجية في عالم طب الأسنان ضيف العزيز واحد من ميجس طارس هذا العالم الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى المتخص في مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان المدرب المعتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي والمؤسس لوائتي للأسنان أهلا بيك أهلا بيك يا دكتور منورني من أغليك عايز أبدأ بقى معك الأول بالسؤال ده هل لو حد راح عمل تجميل عند غير متخصص فأصبح تجميل خاطئ هيتبع هذا التجميل الخاطئ أكيد خلل وظيفي في الأسنان نفسها ولا المسألة مسألة عيوب شكلية وبوص شكله بس طيب خلنا نتفق إن تجميل الأسنان هو من أعقد العمليات في طب الأسنان أنا عارف تمام؟ يعني هو مش عمليات سهلة ولا زي أي حاجة ممكن حد يخش يشتغلها لا ده أعقد عمليات زي كده عمليات القلب المفتوحة هو صناعة صناعة وخطوات مبنية على بعض واستشارين كتير يعني مجموعة من الخطوات لازم تتعامل صح علشان خاطر يطلع تجميل الأسنان صح طيب أنت السؤال واضح جد هل لو عملت تجميل الأسنان بشكل خاطئ هل ده حيدورني في شكلي بس ولا ليه ضرر وظيفي؟ أكيد مليون في الماء تجميل الأسنان الخاطئ لأضرار وظيفي وتعال نعد واحد لو أنا مش عامل العضة مظبوطة والعضة دي العضة الإطباق الإطباق ده من الحاجات الصعبة جدا أن أي حد يعرف يزبط دي محتاجها دراسة محتاجها حد متخصص عارف المناطق اللي فيها العضة السليمة وشكلها علشان خاطر حتى لما بيجي إحنا لما بيجي نسلم الأسنان إحنا بنقعد أحيانا نعمل فين تيونينج اللي واحد على عشرة من الملي واحد عشرة من الملي ده حاجة ما تتشافش وما تتحسش تفرق في العضة تفرق في الأحمال اللي نزلة على السنة فالعضة ممكن تطلع مش مظبوطة تعمل لي مشاكل في الأربطة اللي مسكت السنة نفسها وتعمل لي تهتك فيها فتعمل لي تأكل في العضم اللي حواليني السنين أدي حاجة الحاجة التانية أنها تعمل لي حملة على مفسر الفك الفك بتاعنا فالحملة على مفسر الفك ده يبدأ يعمل لي خشونة في مفسر الفك يتبعه الترقعة وبعد كده الخشونة تزيد يحصل تأكل في مفسر الفك يخشك مشاكل زي زراعة مفسر فك وقصص كبيرة جدا وانا راح في الآخر ايه أعمل تجميل فالجزء الوظيفي في الإطباق ده مهمة جدا ودي بعتاك متخصصين على مستوى عشان يعرفوا يزبطوه الحاجة التانية تحضير الأسنان وده كلمة السر تحضير الأسنان ليه برينسبلز بتعمل فينير ليه برينسبل بتعمل كراون ليه برينسبلز أو ليه قواعد وهي الحفاظ على حاجتين مهمين جدا قلنا منهم واحدة اللي هي الفونكشن الأهم كمان حاجة اسمها البيولوجي البيولوجي يعني صحة الأنسجة الدعمة للأسنان السنة دي فيه حواليها أنسجة بتدعمها عشان تبضل في مكانها الأنسجة دي أبارة عن إيه أبارة عن اللسم والليجامنس اللي هي الأربطة اللي مسكة جدور السنة في العظم والعظم اللي حواليني السنة طيب لو أنا عملت حاجة اسمها فيوليشن أو أنا بحضر الأسنان قردت بالتركيبات دي أكتر من 2 ملي يعني بقى البعد بينها وبين العظم اللي حواليني السنان أكتر من 2 ملي أنا في الحالة دي بعملها اسمها فيوليشن أو انتهاك بالعربي كده الحرمت اللي أنسجة الدعمة دي فيبدأ يحصل تأكل في العظم والتهابات شديدة وتبقى الحالة طول الله تقول لك أنا عندي التهابات وعندي دمه وعندي مشاكل كبيرة جدا حوالين الايه التجميل بتاعي هنا ده من ايه من التحضير الخاطئ طيب من البرينسبلز بتاعتنا الحفاظ على نسيج السنة نفسه لأنا أشيل أقل ولا أشيل أكتر لو شلت أكتر يبقى أنا شلت من سطح السنة الداعم ليا فضعفت السنة ولو شلت أقل فأنا بالتالي هحط فينيرة هتبقى عندها بلك هتبقى تخينة فشكلنا هتبقى مش جمالية فبالتالي حتى الكمية اللي بتتشال سواء في الفينير أو في الكراون اللي هو في الفينير اللي هو أقل لحاجة اللي هو بنسميه تخشين ممكن نشيل لغاية اللي هو سمك ورقة يعني وهنشوف فيديو اللي متشال من السنة تقريبا لا يذكر بس بتشال بطريقة معينة عشان يتعاملها اسمها فينيش لاين فينيش لاين دا اللي بتخش الفينير ببات جوا علشان خاطر ما يحصلش تسريب ليه بقى من ضمن الحاجة الغلب برضو انه بقى فيه فجاوات بين الفينير وبين السنة الفينير دا والتعامل صح يعني بص هنا في الفيديو انت شايف التركبات كانت ضغطة على اللسن هنشوف الفينال اللي بقى عاملة ازاي انا بنركب السنان سنة سنة بص بقى شكل التركيبة تحضير طريقة اللزق دا انتعارف بورتوكول اللزق دا لو انت مش متعلمه صحة ما في المية انت ممكن اللزق يفك او اللزق يبقى فيه ويدخل بقى واي اكل الكراون انتعارف الكراون او البينير دا لو اتعمل صحة انت قفلت على السنة بتركيبة ليها ثلاث مزايد واحد غير قابلة للتلون اتنين غير قابلة للتساوس يبقى انا حميد سنتي من التساوس ثلاثة اقوى من سنتك الطبيعية فقدر اكل بها بشكل طبيعي طب عارف التركيبة دي لو تلزقت غلط ايه اللي يحصل؟ تبقى العكس تساوس لك السنان اللي تحت لانها هتدخل بقى الاكل تحتها وانت بتخسل سنانك ومبسوط ومتاكنت بيخسل سنانك بقى الاكلة دخلت من وراء الفينيرة وبقت محشورة بين الفينيرة وبين السنة فتقعد بقى انت شاب بقى بكتيريا قاعدة تعمل لنا تاكل في الاسنان واحد حط فينيرز وجيه بعد ثلاثة اربع سنين لقى السنانه كلها مساوسة من تحتها او من ايه؟ واحد بعد ما اعمل الفينيرز يقول لك ده انا بقى اترهد يعني ريحة بتاعت بقى مش لطيفة قوي وعلشان عمالة تحشر في الاكلة من تحت وعمالة يتجمع وانت مش عارف تنظفه بحصلش التعشيقة بين الفينير وبين التعشيقة دي بقى بتيجي منين؟ بتيجي من التحضير بتيجي من التحضير الصح علشان كده واحد جاي يعمل تجميل اسنان قد يقابل عندنا في مركزنا اربع استشارين واحد يعمل اللسر واحد يعمل العصر واحد يزبط لي العضة بتاع تركيبات متحركة زبط لنا العضة لو هو ما كانش عضة عزيني كريات عضة دكتور تحضير واحد بيعمل التصميم خمسة وانا بعمل تجميل يا جماعة بعمل فينيرز مش معمل مثلا رهاب او كيس جاية بنبنيها من اول وجديد لا انا بكلمك في فينيرز عادي خالص الحالة كانت محتاجة علاج لسة تعمل لها ليزر مع استشاري علاج اللسة او تعامل سيرجيكال مع استشاري اللسة العادي هحتاجت علاج عصب اتعمل علاج عصب احتاجت تحضير عملها استشاري تحضير ديزاين انت كل خطوة بتبني عليها عشان في الاخر اخد تجميل سليم تجميل سليم يحافظ على سناني للابد احنا بنشتغل من سنة الفين بطبسط جدا لما بابل حالات عاملنا الفين وتلاتة او الفين واربعة فتح عليها عشرين سنة بتجيلي حالات عاملة سنان يعني النهار دا ما قابل حالة عاملة سنانها من شهرين كل المشاكل انا بحكي فيها دي موجودة فيها ليه؟ ما هونا مفيش 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 في طب الاسنان عصة سحرية او دكتور خد كل العلم تبقى علامة في الزراعة وعلامة في التركبات وعلامة في علاج العصب وعلامة في الليزر وعلامة في الليزر مين دا؟ دي بقى التخصصات صعبة جدا ومن كدر العلم اللي فيها محتاجة واحد يتخصص في حاجة فيه مصدي؟ ده كل الطب كده الفكرة بقى ان ناس ستل وهي بقولك دكتور سنان نوفيش اسمها دكتور سنان يا جماعة انسي كلمة دكتور سنان دي دكتور سنان دي زي كلمة دكتور بشري أنا متخرج إسمي دكتور سيني حيكا متخرج إسمك دكتور بشر طيب عايزة روح أعمل للقلب عندي مشكلة في القلب أروح لمين؟ لدكتور إيه؟ أنا عايزة أقولك لا لا دبعا فيه جوه القلب جوه القلب إيه؟ مثلا في البطنة في دلوقتي دكتور سكر وفيه دكتور كلا ما ينفعش أيوة أيوة دالله ده العمود الفقري فيه دكتور عنق وفيه دكتور الفقرات فيه دكتور مخصوص لسوابع الإيد فيه واحد جراح جراح سوابع ايد هند هو ايده هو جده فيه في التجميل الوش فيه واحد بتاعه مناخير بس عاملش حاجة تاني بس بطلع المناخير عامل ازاي معلم بص بقى هنا خلينا نتكلم على حاجة بقى لو انا بصحى من نومي وهي بحياتي للتجميل ما بعملش حاجة غيره يبقى انا اتعلمت فيه عملت كل الحاجات وشفت كل الكيسز وشفت كل المشاكل وتعاملت مع كل الحالات اكيد هبقى شاطر جدا 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 اكتر من واحد النهاردة عمل شوية حشو عصب وبكرة جدتوا حال التجميل عملها وبعد سنة جدتوا حالة تانية فكان نسي اللي عمل لا التخصص يا جماعة مهم وانا والله بتكلم على التخصص طول عمري مش ترويجا لينا انا بتكلم التخصص للناس وعلى فكرة احنا مش المركز الوحيد اللي بيشتغل على التخصص ومش الديكاتر الوحيدة المتخصصة بس احنا بدأنا نحط قاعدة للعالم العربي كله ان طلب الأسنان اسمه تخصص التخصص مفيش حاجة اسمها دكتور أسنان انت حقيقي دكتور أسنان استشاري حقيقي استشاري في ايه يا فنن؟ على الجزول يبقى اشتغل على الجزول حقيقي دكتور تقويم استشاري تقويم يبقى تقويم اهلا وسهلا تعمل احسن تقويم في الدنيا تكلمش في التجميل تكلم في حتة التقويم ما تقدرش تتكلم في الزراعة يعني يعني احنا فيه كيسز بالجنة الناس مبقاش فاهمة هو جاي يكشف النهاردة تمام؟ ففجأة لأ نفسه بتعرض على أربع استشاري عنده درسة محتاج زراعة يخش الاسس دكتور الزراعة يكتب له خطة يخرج من عنده يقول له طب انت عندك مشكلة في الليسة هتخش عند دكتور الليسة عشان انا مش ينفع اشتغلك الزراعة وليسة عندك ملتعبة لو قوم داخل استشاري الليسة يكتب له خطة الليسة يقول له بس انت بقى وانت شغال انت الليسة في جزء منها من سبب تعبها ان انت سنانك معوجة اتحاجها تطلع للتشاري التقويم عشان يحللنا عوجة السنان عشان لما نصلح لك الليسة ما ترجعش تاني لان عوجة السنان هتفضل عاملة التقويمات على طول بص الحالة دخلت عشان تكشف عشان جاية عشان 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 هتزرع لأ نفسه لأ هيحتاج يعمل تنضيف جير لأ ده تنضيف الجير كمان لأ تاخد احسن خطة علاجية ويتكشف عليك من كل متخصص عشان في الاخر كل ده يحصل له او تكامل عشان في الاخر تاخد خطة سليمة تحت اشراف استشاريين علشان في الاخر سنانك تعيش للأبد ده الهدف بتاعنا عندنا حاجتين تكنولوجيا وخبرة وزوء حلوة او موهبة مين فيهم هل انا عندي اعتقاد انا هقول لك اعتقادي من دول جناحين لطير واحد ما ينفعش طير يطير من غير جناح من الاتنين لا من غير التكنولوجيا ولا من غير الخبرة بس زي الاتنين يتنغموا لان عارف في بعض الاحيان التكنولوجيا تبقى هي الصوت الاعلى انا عندي جهاز كذا وعندي جهاز كذا هو ده الكلام على الاجهزة وفي ناس خصوان جيل الاكبر مؤمن جدا بالخبرة فبيتكلم على انه الموضوع كله خبرات والاجهزة دي مش هتقوم مدول كويس وحصلت خنائة بين الحاكتين دول عرفتنا هنتكلم على في العموم في العموم الاول لو انا عندي خبرة وابتو ديت يعني بتابع المؤتمرات وبتابع الحديث هلاقي نفسي دايما بجيب الاجهزة الحديث عشان استخدمها لانها هتساعدني وتساعد المريض وتراح المريض وهتديني اكرسي هتديني دقة في التعامل ده في كل مجالات طب الاسنان معدد تجميل التجميل هو لحة فنية تعتمد في الاساس على العلوم الهندسية قد بالك اللوحة الفنية اللي بتترسم بالإيد دي ومهارتك اليدوية دي انت لها بعدة هندسة وابعاد فنية مبنية على العلم عشان تبقى متفقين برضو بس انت نفستها زي بإيدك في مصدي يعني الحرفة بتاعت الإيد فالتجميل يعتمد على حكتين على المهارة اليدوية والفن والزوء مع استخدام التطور العلمي في المواد في المواد مش في تصنيحه في تطور المادة نفسها يعني على مرور السنين كان ممكن دكتور شطر جدا في التجميل يعمل تجميل بالكمبوزيت وهيطلع شكله حالي حشوات التجميلية وانا اشتغلت بها من 2003 وكنت بعمل تجميل شكله جميل جدا بس الحشوات فيها مشكل بعد فترة بتلون بعد فترة بتتكسر مع ان انا عملت تجميل وقتي لحظي جميل حلو جدا انا استفدت ايه بقى استفدت لما طلع التطور الطبيعي لمادة زي الإيماكس اللي طورتها شركة إيفوكلار في سويسرا اللي عملت ماتيريال تضاهي قوة السنان الطبعية فهي مصدي؟ يعني تضاهي قوة الأسنان الطبعية مقاومة للتساوس مقاومة للتلاون واقدر أمني بيلك بإيدي أطلع سنان لما أبص هنا انت شايف السنان دي لما تكبر السنان دي قوي انت هتشوف التفاصيل بالزبط هيبين هناك ويسك من التفاصيل بالزبط بتاعت السنان ده بتصوير احترافي على فك بالزبط نفس تفاصيل السنان الطبعية لأن تفاصيل السنان الطبعية إيه؟ أول حاجة الطرف بتاعها شفاف ومش شرط يبقى شفاف إزازة لا عشان فيه ناس بتتفنن كده يوم عامل إيه الترانسيروسن تلاقي حيث تتخط إزاز كده يدي لونج ري هو مش كده وما فيش حد انت شفت حد سنانه الطبعية كده لأ لازم أبقى طبيعي على فكرة أنا عندي شفافية بس مش باي نهاجة من إيه لأنها ديفيوز مبنية جوه طبقات السنان مش أنها رسمها مش حاطتها بالقلم مش ملونها لأ دي مبنية طبقة على طبقة على طبقة علشان تديني الشكل الطبيعي ده ده قمة التجميل التجميل أن أنا أبقى أعمل سناني شكلها حلوة قوي بس تبقى على الطبعية جدا أنت لما تقابل الكيس دي تقولها طبعي أنت عاملة طبيعي أنت عاملة تقويم مشي كيف خيالك أن ده تجميل لأن حتى الكسرة الروفيعة اللي في آخر السنة معمولة عارف لما يجي يقولك إيه ده التمثال ده هينطق يعني إيه التمثال ده هينطق تفاصيل يعني إنت بس سعليه ده ناقص يتكلم تفاصيل صح كده هي السن الصغيرة اللي إنت شايفها صغيرة دي أنا بشوفها بني آدم بني آدم ليه تفاصيل ليه عنين ليه روح التمويجات اللي في سطح السنة ما همش عامل بقى إيه كان فيه مهضة كده لما عادنا نطلع ونقول إيه التمويجة اللي هوها سطح السنة ألاقي المعمل جاي بالسنة وداخل عاملها لمشارطها لي يا عامة مش كده مش الدرجات هو إحنا بنقول إيه بقى فيها تمويجات اللي زي بتاعت ربنا هو ربنا السنان خريقة بتشوف فيها الشرط دي دي التمويجات دي جوة في السنة من جوة نتيجة تراكم السنة بص بقى هنا لما قبرناه شوف بقى كمية التفاصيل اللي في السنة شوف ممكن عد ممكن قوي أنا هقول لك على حاجة إنه اللي بيعمل تجميل هنا يخلي طرف السنة متساوي تماماً وده غلط هو مش حد سنته كده مفيش حد يترف في السنته متساوي تماماً لو تعمل متساوي تماماً عينك هتجيبه على إنه أركبش على إنه مش طبيعي على إنه مش طبيعي فهنا لا بصوا بقى فيه زي تآكل كده ده فيه عادت كده وبعدين في النص في السنترال إنسيزورس بص تلاقي السنان معمولة طبقاً للشكل الكلاسيكي بتاعها وفيها تعاريك بالعرض زي السنان الطبيعي لما الشادينج ده الشادينج بتاعها يعني ده هندميت ده على فكرة إنتعرف السن دي عشان تتعمل عشان كده لما بتيجي الناس تقول لي ده أنا رحت الدكتور عملي خدلي حضرلي السنان الصبح وصورها لي بالكمبيوتر وسلمني بالليل لا 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 أقول لها ده ما كانة التجميل ده ده ما كانة هون ده ما كانة يعني بلاط بيطلع يطبع دي بتاخد مننا الفك الواحد بياخد مننا عشان نعمله تجميل إزبوع بنا لإني ده طبقة تحطت وتخش الفرن وتطلع طبقة وتخش الفرن وتطلع ونقعد نفنن ولا حط دي يا طلق زود دي حطي هنا كلا رحت إنت بترسم لوحة للحالة فما ينفعش تقارن ما بين النتيجة دي وأنا عايز الناس بقى اللي بتشوف الحلقة دي ياريد كده يسجلوها واخدوا الصورة دي كده يطبعوها واللي عامل سنانه في يوم أو عامل سنانه بتكاليف قليلة أو يقارن اللي اتنين ببعض ليه بقى؟ لأنه برضه من ضمن المشاكل الكبيرة قوي تقول هوا ليه في فروق في الأسعار طيب حضرتك النهاردة يا ست الكل لو جي الراجل الجواهرج اللي جنبك أنت عارفة إن جرامي الدهب النهاردة بألف جنيه جي أم منزل كده كده بورا قال لي يا جماعة جرامي الدهب بـ 300 جنيه لأ ده ده مضروب هتشتري لأ ده مضروب أنت كستة هتشتري لفيه حيثة في مصر على فكرة بتعمل كده أنت هتصدق إني ده دهب؟ لا لما تيجي كيسز أنت شايفة النتائج دي الناس اللي بتعمل النتائج دي في العالم بتتكلم في رنج هل ينفع واحد يعملها بخمسة الرنج ده؟ يعني 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 على فكرة دي قضية مخيفة جدا في كل فروع الطب مش باس أنت قاعد تفتكلم داخل الأسنان أنا عارف أنا أنا بطرح إيه لأي فكرة أنت ليه بتصدقي في صحتك أن الرخيص هو هو الغالي صدق ديها إزاي؟ بص بص برضو وعد صديقك حبيبي جدا في العيون عندهم المشكلة دي ضخمة جدا يعني بص ليه حد عاملك إيه الليزك بكذا أنا بكلمك بقى في طبوع الطب المختلفة وتلاقي مش مستهلكاته يعني حتى مش ما يسويش هي دي؟ ما يسويش طبا أنا أقول لها أنا أقول لها يعني أنت متخيالة اللي أنت رقم اللي أنت بتقوليه ده ده أقل من مادة الخام مادة خام لسه هصنحها فإزاي عايزة تخنعيني أن ده هو ده؟ أو أنت عايزة تخنعي نفسك إزاي؟ فتصحتك؟ فكري كويس علشان أنا عملا عيد في حالات معمولة غلط فانت خسرتي فلوسك اللي أنت دفعتيها وإما بتيكي تعيدي بقى محتاجة تعملي علاج عاصر فدفعت فلوس علاج عاصر محتاجة تعملي علاج لسه فدفعت فلوس علاج لسه محتاجة تعملي ضغير التركيبات فاتعت فلوس تركيبات تاني كممكن كل ده يعمل بفلوس تركيبات مرة واحدة وخلصتي حالا عندنا مشكلة كبيرة في مصر جدا اسمها آآ آآ ناس معدهم شو ضمير ضربوا ضربوا كرسي في كلوب الجودة مقابل التمن المنخفض عمتال ده ما بدايقنيش على فكرة أنا نصحتي للناس أنا شخصية مش متدايق خالص عشان بس يتبقى مش متدايق من الناس دي خالص ولا متدايق من الناس اللي راحت لهم خلت بالك برضو يعني أنا أقول لك على حاجة احنا مثلا لما بننصح الناس أقول له اعمل تنظيف جير كل ستة شهور تمام مش أنا بننصحه لو هو عمل كده هو مش هيجيلي هو عمل تنظيف جير كل ستة شهور فبالتالي هحفز على سنانه ومش هيجيلي أنا اللي هخسر فبصدي فأنا ما بدايقش لا من اللي بيضرب في الجودة ولا من اللي بروح يعمل ليه لأنه في الاخر جايدي فههم الفكرة؟ أنا مخسرتش أنت في الاخر هتلف وفي السنان في الاخر هبوز وهتجيلي بص بقى الحالة مثلا دي هل دي حالة ينفع اشتغلها دكتور عادي؟ أنت شايف حالة السنان قبل عاملة زي؟ دي حالة رهاب دي فيها شغل لسن ودعمات وعشان تطلع في الاخر الشكل ده كان ده؟ يعني أنا ولدك ده اللي تحت ده كنت تتخيل في المرقامل إيه ده هو ده؟ مستحيل فالفكرة إن فيه كيسز والكيسز بقى اللي زي كده يقول لي دكتور انت هتبردلي سناني؟ أصلا مش عاوزة أبرد سناني أبرد سنانك هاي فين سنانك؟ انت جاي تعالج انت هنا تيجي تقولي الدكتور لو سمحت سلمك بقى يديني سنان كويسة ما تقولوش أنا عايز انت أصلا جايب يعني ده جاي سنان مخلوعة سنان مكسرة سنان دايبة محتاجة تتعالج فالأفكار بقى المسبقة أصلا أصلا سمعت إن برضي السنان برضي السنان يعني ما عنديش طبق 8 أصلا في سنانك عشان تبرد ده انت داخل في قصص أكبر بكتير فالكيسز دي اللي فيها المشاكل الكبيرة دي أكيد مليون في المية أدور على المتخصص أدور على فريق متخصص لان دي فيها علاج لسه فيها علاج عصب فيها تركبة التجميل في ناس عندهم برضو سؤال أو بيدور في الماغ بعض الناس إنه التجميل يعني اللي دخل في السايكل بتاعته هيحتاج إلى إعادة صيانة بانتظام وباستمر عليه لانه التجميل لن يدوم لفترات طويلة ده في الماغ بعض الناس خلينا خلينا اتفع على حاجة التجميل بالماتيريا للحديثة يعني بأحدث مواد موجودة دلوقتي في العالم لو اتعامل بإيد متخصصين بنسبة كبيرة لو انت عملت شروط الصيانة اللي هي الشروط الطبيعية الجديدة بختي السناني قبل ما نعم بستعمل مضمضة بستعمل مترجات بروح مرة أشيل جيل كل ستة شهور انت السنان دي بتعيش معك تقريبا للأبد مالهاش عمر افتراتي بتكسر بقى في حادثة انت بقى أهملت بقى واللسن حصرت وبقى لكن التركيبات نفسها يعني احنا مثلا جلنا حالات عاملين تركيبات 2003 التركيبة سليمة ما عملش جيل بقى له 12 سنة السنان تتخلقت وبتدخلها بقوله ده ما انت شايفت التركيبة اللي انا عملها لك هاي سليمة زي ما هاي هو ايه اللي باز انت ما بتشيلش جيل بقى لك 12 سنة سبت العظم ياك وللسنان اللي غات ما السنان نفسها اتلخلقت لكن تركيبتنا اللي انا بديك علىها ضمان زي ما هي سليمة فانت لو عملت شروط السيانة الخاصة بالسنان الطبعية وتتعامل خدبالك انا ما بقولش ده شروط سيانة للتركيبات ده شروط سيانة للأسنان العادية لو ازا ما هو انا بنخسل سناننا قبل ما النام بنستعمل مضمضة بنستعمل بنستعمل خلاص انا سناني تبدل معايا ان شاء الله للأبد هل الناس لازم تعرف انواع المتاريال ولا دي حاجة يسأل اه يسأل عادي من حقه يسأل ويسأل الفروق ويجي بقول طب انا كنت شاف الصورة الفلانية دي طب دي ايه طب ليه في فرق بين الاتنين والله دي حالة كنا بنعمل لها زيركونيا لانها حالة مفيش سنان اصلا وبنعمل فبنستخدم المتاريال مختلفة هنا الفانكشن مهمة جدا او الوظيفة مهمة جدا هنا ده الغرض تجميل فعملنا فيه كذا كذا يعني بالذات التجميل اول جلساته قبل ما نشتغل احنا بنحاول نبقى فتفاضين جدا مع الحالات والفيامها جدا علشان لما يجي يشتغل خلاص يبقى ما عندوش اسئلة خالص فالتجميل بالذات اسمع من الحالة كويس مهمة جدا تفهم هو دماغه راحة فين ونفسه هو سلي ايه وتتناقش معاه قبل ما تبدأ اللي ممكن يكون عندو معلومات غلط انت تسلح حاله او ممكن يكون مش واسلك هو عايز ايه مهمة جدا فيه حاجات بسيطة جدا يعني فيه ناس تبقى عاملة تجميل حلو جدا بسواء كان نفسه سنان وتبقى السنتين دول اطول شوية وانت لو عملتهم اطول شوية هابقوا حلوين عليهم فيه مصدي؟ مهمة فاسمع من الحالة وانا دايما بقول للحالات على فكرة ما توريني احلى صور انت بتحب بشكل الاسمالز بتاعتي توريني صور اقولها والله الصورة دي تنفع ليك تبقى حلو قوي طب انت هنا انت قصدك من الصور دي انت عايز السنتين دول طوال اه يا دكتور نفسي دول بطول شوية ايه هخلهملك طوال بس مش هينفعوا بطوال قوي عشان كزا بس هخلهملك اطول هلعبلك في السنتين اللي جنبهم شوية اثارهم شوية لان انا مش قادر يطاولهم اكتر من كده لان العضة هتبقى فيها مشكلة فهتديك الشبل اللي انت عايزة بس بكاموفلاج فهم الفكرة لازم في التجميل بالذات التجميل في عامل نفسي مهم جدا هو ارضاء الحالة فلتي لازم تكون سامع منها كويس قوي علشان لما تيجي تعمل لها تجميل يطلع على هواها بالطريقة العلمية كأنها بضبط شافت فستان عجبة بس هي مسامل مليانة شوية مش هو ما عاملوا بقى محزة لأ عاملك الستايل ده بس يبقى باين عليك انت على تفاصيلك يبقى باين عليك حلو فهم صدي في ناس كتير قوي تسألني على بخصوصها اللي جايين اجازات الاخوة العرب بيجوا مصر وخصوصها كمان ان في ميزة دلوقتي في مصر تخدم السيح العلاجية الخاصة بطب الاسناد وهي انه سعر الجنيه طبعا يعني يخدم السيح العلاجية عايزين نستغل الموضوع ده احنا كده كده بنستغله طول عمرنا بس على فكرة اللي بكله بقى من ناحية العلمية المريض اللي جاي يعمل تجميل بزاك عنه تخوف انه هيبقى بعيدة عنك يعني هيعمل وهيسفر اكتر حاجة تطمن الناس احنا بنشتغل على دول الخليج من 2006 يعني بنا كم سنة 16 سنة الحمد لله الحمد لله الناس اللي بتعمل معانا تبعت اهلها كلها من 2006 ده معناه ايه؟ معناه ان هو قاعد من 2006 بسنان سليمة وخب بالك في الخليج هو ما بيجيش كده في الخليج اكتر 99% من الناس ما بيجيش لدكتور ما يعرفش حد اشتغله يعني لازم يكون الدكتور ده فيه حد في حياته قابله وشاف شغله هو ما بينزلش على دكتور ما يعرفوش مستحيل لان هو خايف فبالتالي هو بيبقى شايف حد عمل سنانه وعجبته فيقولك ايه انا هنزل للدكتور اللي عمل سنان فلان فمعناه كده عشان كده انا بطمن الناس ان فكرة التجميل انه ديرابل بداليل انا هضربلك مثال بسيط جدا بس يكون زي ما قلنا التجميل يتعمل صح وعد زي كريستانو رونالد وعد زي توم كروز دي ناس مهمة جدا حياتها ماشية زي الساعة ما ينفعش يتعطل ما يفعش حصله اقام مشاكل كل الناس دي عاملة تجميل بالتركبات التجميلية وكريستانو زي ما انتو بتشوفوه في المطشاط بيتخبط بيتدغدغ وبيأكل وبيشرب وبيتمرن في يومه ماشي طبيعي هتقولي الناس مثلا مضربة مثلا يقولي ما هو معانه فلوس يغير هو ما عندوش وقت يغير لا وبعدين مش هينفع في وسط المطش هو ما عندوش وقت يغير اه سيبك من الفلوس هو ما عندوش وقت لا انا كمان بحكيلك على انه في المطش نفسه ما ينفعش كرة تيجي في وشه واحد زي توم كروز يبقى ماشي وفاجأة بيتكلم مع الجمود فاجأة سنت وقت يعني فالحاجات دي دوربل جدا بستعمل صح فالناس اللي بتيجي الحمد لله يعني من اكتر الناس اللي بتشتغل على الساحة اللاجئة بالنسبة للخليج الناس بتيجي تقعد معانا اسبوع عشر تيام تخلص بيمشي خلاص هو يعني كل اللي بتطلب منه يروح مرة كل ستة شهور يشيل جير ومن الحاجات النوادر جدا الحالات بتروح تشيل جير فالدكتور فقولها بقولي للدكتور لو سمحت ان انت عاملها تركيبات عشان هو مش يبقى عارف ففعلا تقول للدكتور يقولها فين التركيبات لان هو مش شايف تركيبات هو شايف سنان شكلها طبيعي جدا ويسأل بقى طب انت عاملها فين والا عاملها في مصر ده فعلا دي السنان شكلها جميل جدا وطبيعي جدا ايه ده انا يعني ما تخيلتش يعني لولا ان انت قلت ما كنتش ركست فكل اللي بقى مطلوب منهم انشي تجي المرة كل ستة شور ومش بتجي مصر تاني خالص من الحاجات اللي انا بفتخر بها جدا ان احنا لنا شعبية الحمد لله في الدول العربية الحمد لله يعني مصر هي الدولة الاولى في السياحة العلاجية بالذات في التجميل سواء الاسنان او التجميل بشكل عام مصر يعني من الدولة رقم واحد نتيجة ايه بقى لان احنا المصريين طول عمرنا من ايام الفران عندنا حرفة في ايدينا عندنا صنعة الصنعة دي اللي بتخلي دكتور التجميل واقع بينحط بيعمل حاجة شكلها حلوة بيخلي دكتور السنان زوقه حلوة بيرسم حلوة فا ايدينا حلوة فده بيخلينا نطلع منتوك في الاخر شكل وغير نورتني وشرفتني وقدعت كعادتك وكالعادة دايما بتبهرني بتبهرني ضيف العزيز واحد من الاسماء القديرة الميجاستار عالم طب الاسنان سيد دكتور نور الدين مصطفى المتخص في مجال تجميل الاسنان وعضو الكونجرس العلامي لزراعة الاسنان والمدارب المعتبر بجمعات دولية للتصوير الرقمي كان ضيفي كعادته مبدعة في الناس الحلوة عليكم اشتركوا في القناة